اشتركوا في القناة هل من الممكن لكوب من الايس كريم ان يغير مزاجك ويرفعك الى الغيوم في عالم من الاسترخاء نعم فما ان يمتلئ الكوب بالايس كريم يصبح متذوقه في كامل متعته وانتعاشه بنكهات تفنن في انتاجها الشاب البحريني ابراهيم هلال الذي ترجم مشروعه من فكرة الى قصته يبدو من تفاصيلها لكل من يريد ان يعرف من اين تأتي العزيمة وكيف تصنع بانتاج يشهد له ابتدت فكرة مشروعي من حبي للزباد المثلج وكنت اتراود على المحلات المشورة بشكل يومي وبعد فترة قلت انا ليش ما افتح المحل واسوي هالنكهات من حبي للحلويات وكنت احاول اجرب اجيب تسترات من ايطاليا ومن امريكا وكنت اجرب اشوف اين اكه الافضل المنتجات البحرينية كالتوت البحريني والرطب والحلويات الشعبية كالحلوى والرهش كانت مصدر الهام لابتكاره نكهات للايس كريم ضمن قافلة اشهى ما صنعت يداه من النكهات اول ما فتحت الفيزنس مالي اخذ ثمانين بالمئة من دعم تمكين والحمد الله توفقت مع تمكين وكل شيء واخذ دورات في ايض بي وفي البحرين من شركات عالمية والحمد الله رب العالمين اقدر اسوي اي نكهات بفكرات من عندي ما ان تدق الساعة الرابعة عصرا حتى يصبح المكان كخلية نحل من طالبي المذاق اللذيذة في طوابيرة يستقبلها ابراهيم بابتسامته التي لا تفارق محيا انا دائما اجيهني كل يوم تقريبا الاطفال احبون اسكريم مالي واجد لديد عنده شلة على الفستق ما شاء الله واجد زين احبونه ولعل الروب بعد ويدحبون الجهال يوم الليما اجيبهم غربلوني وسعارهم بعد ما شاء الله واجد مميزة فاشدني لهم المحل الحمد الله انا اي من الامارات من اول امسي اي من الامارات بخصوص المحل محلتي تفاتح اسكريم فاول ما يتسادي اي جربت اسكريم فما اقولكم كيف اسكريم ادمان من كما تراتي ايام الان كل يوم ما اكل منه وان شاء الله تجربونه ويعيبكم هذا الشاب البحريني استطاع ان يجذب المتعطشين لتذوق ملذ استساغه املا ان يتربع على عرش المنافزة في صنع المثلجات والحلويات ايمان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين